أحضرتكم مرة تانية بالتأكيد يمكن إحنا عندنا دلوقتي مشروع قومي علشان الأسرة المصرية الاهتمام بالأسرة المصرية مش حديث لو نرجع يمكن في فترة من الفترات بقى فيه نوع من أنواع يعني التفكك بشكل كبير عشان كده دلوقتي بقى عندنا مشروع قومي خاص بالموضوع ده لكن من أيام القدماء المصريين كان فيه اهتمام كبير جدا بالأسرة المصرية كان فيه اهتمام بالترابط الأسري وإيه هو معنى الأسرة عند المصريين التربية عندهم كانت إزاي هل كانت التربية الحديثة ولا كانوا بتدخلوا في كل كبيرة وصغيرة إزاي كانوا متربطين هل الأم والأب كانوا بتدخلوا في اختيارات أولادهم ولا لأ حاجات كتير جدا حنعرفها عن الأسرة المصرية بيشرفنا في الستوديو الدكتور بسام الشماء عضو الجمعية المصرية للدراسات التاريخية دكتور بسام هيرونيفا هيرونيفا براو عليك براو عليك يوم طيب يوم جميل ونفر يوم جميل ويوم على كل بقى الدنيا اللي بتحب حضرتنا وتحب تاريخنا وقصرنا والمطابة عن نظم أضوح حلو قوي بس خليني الأول علشان لسنة الجديدة أقول للناس بقى أنا بتمنلكم واب نفر رامبت واب افتتاحية ولازم تبقى واب مش واب واب بي بات بتلات نوعات واب افتتاح نفر قولنا جمال خلاص دي معروفة رامبت سنة عام افتتاحية سنة جديدة كويس وبعدين هروحانا ضيف بقى لكل الناس اللي بتحبنا وكل الناس اللي بتحب حضرتنا وتحب بلدنا بلد الحضارة هقول لهم بقى خا أم خت نبت نفرت ناخدها براحة لا دا كتير قوي براحة واحدة واحدة خا أم خت ألف كله بالكو أم وبعد كده هروت خت نبت نفرت ألف من كل شيء جميل أمنيتي للناس زي ما المصر القديم كان بيحط على القرابين بتاعته وعلى المأكلات بتاعته وعلى الهدايا اللي حيديها وحيديت الروح بتاعتها وترجع تتلقاها في المقبرة كان يكتب الجملة دي يعني زي ألف مبروك ألف مليون سلامة اللي احنا بنقولها بنحط ألف قبل كل حاجة رقم ألف دا واضح أنه هو ليه له علامة له مجلول له علامة وليه مجلول عندنا اللي هو ما كانش حيضر يحط ألف من قطع الخبز ألف من راس الأوز فيروح بدل ما يحط ألف 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 من قطع الكتان ألف من قطع الألباستر يروح كاتب الجملة دي خائم خط نبت مفرد ألف من كل شيء جميل فأنا أقول للعالم كله بتمنى لكم في السنة الجديدة ألف من كل شيء جميل نعيزين مرة نتكلم بقى في عالم الرياضيات بدل ما ندخل في الألف لأنه واضح أنه هو بالتأكيد كانوا عبكرة لا ورقم والألف فعلا أنا أمري من خط بالي أن ألف مبروك ألف نهاراب ياضي ألف الحاجات دي كلها مصري قضي تعالي بقى أني عملوا تبتدوني أفكار تمالي بتعالوا نعمل مرة حكاية العلاقة بين الأرقام ماشي هنعمل دا خلينا بس النهاردة نتكلم عن موضوع فقرتنا وهو دور الأسرة أيام المصريين القدماء القيم عند المصريين القدماء كانوا بيربوا ولادهم إزاي إيه أبرز أو أهم القيم اللي كان بيركزوا عليها في نشأة الجيل الجديد بالظهر تكوين الأسرة كان شاغل بال المصر القديم والمصرية القديمة لدرجة أن احنا عندنا برديات طويلة جدا من الحكم اللي كان الأب يقعد فيها مع ابنه يقول له تتعامل إزاي مع منطق مع والدتك تتعامل إزاي مع الزوجة تتعاملها إزاي في البيت بتفاصيل حقول لكم عليها رائعة إزاي الزوجة والأم أخذت بالها من نفسها في البيت وبرى البيت لو كان بتشتغل إمتى الست طلعت تشتغل في مصر القديمة من ألاف السنين وقت ما كانت السيدة ملاش أي اعتبار في حضارات أخرى وصخفات أخرى أنت كنت على أعلى مستوى في الحكومة المصرية القديمة لأن أنت أول حضارة عملت حكومة مركزية يعني فكرة الـ Centralized Government دي أو الحكومة المركزية اللي هتقرر بعدد منه الوزراء والوزراء كان بيجي لهم جواب تكليف عندنا رخ مراع جيله وزير جيله جواب تكليف من جواب تكليف من جهات مثل الثالث حتى المثال بيقول له لا تعتقد أن تعمى الوزارة إن تعمى الوزارة مرك العلقم قال له كده قال له خد بالك شغلان تدخل عنه أنا مختارك وزير بش خد بالك مسؤولياتك صعبة أنت مش هتتمتع عاوداً تورك مسؤوليات جامدة وعامل الذي هو قريبهم منك كما تعامل هو الذي بعيد عنك عامل كل الناس سواسية تكلم على أربع تلات تلاف سنوية مهم نرجع للأسرة عندنا أب قاعد مع ابنه بيقول له تختار مراتك إزاي عشان تكون أسرة دي نمرة واحد وبعد كده حنعرف لما حنجيب بيهات بقى هنعملهم إزاي وحنسميهم إيه عمرك فكرتي المصر القديم والمصرية قديمة كانوا بيعضوا مع عضوهم حنسمي ابننا إيه إجابات بقى تخيلي الإجابات شوقتين نمرة واحد اختار مراتك لها صفاتين أنا بتكلم هنا من ألاف السنين ماليش دعوه بعشرين اتنين وعشرين فبيقول له في صفاتين في السيدة عندما تختارها نمرة واحد خفيفة الظل طب دي حاجة عظيمة جدا دي أهم حاجة يعني تبقى دمها خفيف ودي الكلمة اللي احنا بنقولها لغاية دلوقتي روح يا عم تجوزة واحدة بس روح تلقى لنا دمها خفيف الأم الحمال المحامات المستقبل تقول لك إيه تقول لك إيه البنت دمها بأول مقابلة تقول لك البنت دمها خفيفة يبقى أصمره دمها خفيفة البنت وسماء خفيفة كده فدي نمرة واحد نمرة اتنين وزائدة في الوزد احنا مانناش دعمة وزائدة في الوزد لكن هو في مصر بقديم كان بيقول له وكمان هو في نص آخر بيقول له إذا كانت كانت محبوبة في منطقتها يعني بابلر يعني كل نسبة حبها فيه كده فيه شخصيات بنات وشخصيات كده تخش الجامعة لكل الطلبة اللي حاولها روح حلوة فدي نمرة اتجوزنا طيب في الجواز احترامك إيه الخطبتك قالك في تكوين الأسرة عندنا نص عاملها كريسيان نوبلكور في كتاب المرأة الفرعونية اللي عملته مشكورة وزارة الثقافة بترجمته بيقول الخطيب بيحب خطيبته ورح طالع قال قدام جاب أهل القرية جاب حكماء القرية جاب عمضة القرية جاب كبرات القرية وحطهم كده في دايرة كده ورح واقف قال إذا أسأت معاملتك في أي يوم من أي وام زيجتي معك اضرب مئة ضربة ده نص هو مواصق إنه مش هيسق إليها يا فكرة مئة ضربة لو أحد ضربها ده ومش هيضرب مئة ضربة أنا هو مواصق إنه طول الوقت هيعملها معاملة كويسة وجاب كل الناس تقعد شهود عليه فيه احترام كبير أول الخطيبة فيه احترام كبير أول الزوجة طيب اتجوزنا المرأة جاءت حامل جابت بيبي طيب هنسمي البيبيهات خدي عندك بقى عندنا وعطي دي تسمية هيروغليفية للبيبي الولد ودي معناها وحيد وعطي وعطي غني وحيد غني وعطي غني وعطي خلاص عندنا حسي ممدوح عندنا أول طبيب أسنان في العالم اسمه إيه؟ حسي رع ممدوح رع اللي رع بيمدحه اللي الشمس بتمدحه رايح بتعمل سنانك عند دكتور مين؟ دكتور سنان متخصص حسي حسي رع يعني ممدوح رع رايح لدكتور ممدوح أنت متخيلة كم الجينات اللي في الأسماء اللي عايش لغاية دلوقتي ممدوح ده اسم مصري قديم ممدوح حسي مكتوب كده حسي حسي رع ممدوح رع فحسي رع عندنا مثلا تسمية لطيفة جدا بقلم يعني من المعجبين بها جدا في البنات البنات كان فيه تسمية اسمها بانرات بانرات يعني طعمة بالضبط كده دكتور عبدالعزيز الصالح في كتابه اللي باشكر وزارة ثقافة أنها ترجمت عبدالعزيز الصالح رحمة الله عليه طبعا كان بيكلم على الأسرة والتربية في مصر القديمة والسلوك بتاع التربية بتاع العائلة في مصر القديمة وقالنا الأسماء اللي كانت محبوبة كان بتسمى للبنات بانرات كان من ضمن الأسماء دي وبانرات معناها طعمة وعندنا بقى فتفوتة وعندنا بقى أطقوطة وعندنا قطيطة اللي هو القطة الزغنونة كل هذه تسمية لبنات يعني كان فيه اسم دلع لدرجة أن رمسيس التاني الدلع ورمسيس التالت الدلع والبوقف السياح في مدينة هاب وبطلع لهم خرطوش ملكي فيه كده هوت فيه كده يعني رمسيس الدلع زي ما بيقول لنا الدرجة عبدالعزيز صالح سو سو اللي هو أنت ممكن تسميه سوس ودلوقتي أو تسميه حاجة زي كده دلع رمسيس كانت دلع متخيلة ده فتحه عبدالعزيز صالح كتابه في وزارة الثقافة أتلاقه المعلومة دي بالضبط مكتوبة فيها بالجملة بالجملة فكرة الدلع وفكرة اختصار الاسم بتاعنا ده مصطفى درش بسام بيبو مش عارف مين ايه بيبس كده فهما ازاي فكرة مصرية قديمة بامتياز معانا بعد الصور نبتدي بقى الصور بقى اه جايبلكم مفاجآت بقى في صور لطيفة اوه ازاي احنا بناخده بالنا من الأسرة في وقت الشتاء هنتقل تقل يا ولد وانت ناسل تقل يا بنتي وانت رازل المدرس انا زمان كان بيتحط جرائد على سدري كان الجريدة الجريدة الورقية كان بتتسخن بتتدف وتتحط وبنلبس عليها علشان ندفي سدري واحنا نلزين في اسكندرية واحنا بيت الدكتور احنا بيت طبيب وده كان بيحصل عندنا بيت الطبيب هنا في مقبرة ايمين ام انت بصي اسم الراجل ايه ايه بصي جمال اسمه المنتمي الى الوادي ده في لقصور المقبرة دي بس هيا مش مشهورة او ايه صورة دي باران اصبر عن الناس مواطنين شوية اللي فوق ده دماغ الناس وشعرهم والبواريك بتاعتهم احنا قلنا البواريك تقصية طبعا ساعات وللتجميل هم لابسين شلات تقيلة لونها بني ولونها بيج غامق او بني فاتح دي شلات تقيلة دي لبس شتوي علشان الناس اللي كان بتقول فكرة يقول لك فين شتوي واسئلة على الفيسبوك ليه المصر القديم تعمل لي كان بيلبس صيفي لأ في لبس شتوي هوت في المقبرة وعايزين ننشر المقبرة دي وزارة السيحة لو تسمحوا وتعملوا زيارات لها خلي الناس روحوا وشركات السيحة تكتب عنا شوف الصورة اللي بعديها يبقى خد بالك من نفسك خد بالك من البرد على فكرة عندنا دي تحفة دي ده شرب عندنا متخيلة ده شرب لبيبي لا والله لا بس ده من ايام الفرانة ده الف الالوان من ايام ده من الاف وسبعمائة سنة تم اكتشافه في الشيخ عباد لجالب المينيا بالزبط ولو لاحظتي كويس قوي هتلاقي ان طو عندك من ست لسبع الوان ده صوف ده شغل بيسموه ده شغل الابرة الوحدة انت بتعملي دوقتي كروشي بتعملي تريكو هي نفس الفكرة ولو بصته كويس فوق هتلاقوا فيه التصل اللي هي عارفة قربط روباط جزمتك يا بدي نحسن الروباط ما في كوك طو هتلاقي روباط من فوق يمسك على رجل البيبي خدوا بالكم هنا الصبع الكبير داخل لوحده وعامل فرق بينه وبين بقية الشراب اللي هو دلوقتي بعد سنين بدأ يعمله الفكرة دي أصلا خلاص علشان ما هتلبسي شب شب هيدخل ده بالزبط 200 أو 400 ميلادية متوجد في شيخ عبادة جنب المينيا بنكلم هنا على فطرة الغزو الروماني خلاص انتينوبلس وبصوا هنا المنظر بقى أجمل مناظر دي بصوا الأم بقى خلفت خلاص جابت بينرت هاي جابت طعمة هاي فالبنت طعمة لسه بيبي صغير وهي قعدة على الكرسي هذه الأم الرؤوم المصرية الجميلة وبتاكل ايه بتمدي ايديها بتاكل ايه بتاكل فيجز بتاكل تين تين تناية البيبي البيبي محطوط جوة قماشة أو جلدة لفاها ووشها نحية صدر الأم الآن أطباء العالم الشرطة الجديدة الممولة حقيقة نحية الأم وبيقول لك ويدان البيبي هتتعود على قلب الأم وهو بيدقه والحاجات العلمية اللي احنا سمعناها المنظر دا يا جماعة شافين دا رجل البيبي طالعة منين على يمين تحت الصورة دا رجل ليه للبيبي رجلين طويلة شوية بس رجلين للبيبي عالش فيه مبلغة شوية في القز الأم بقى قعدت يا سلام رجل على رجل انت شايفة تحت الرجلين عاملة ازاي؟ عاملة كراس عاملة الرجلين المنظر دا يا جماعة انا اهدائي الى كل فناني العالم المصر القديم هو اول من عمل الاربعة دي مش التلاتة دي مش البعد الثلاتة دا انت لقدامك هنا اربع ابعاد لو بصيتها هتلاقي اللي شايفة قدامك واللي ورا الرجلين اللي اتنين اللي عاملين كراس وبعد كده الشجرة اللي ورا خالص والبيبي ذات نفسه عامل مع الام دايمانشن وعامل بعد في المنظر نحتى في منتهى الجمال البيبي لازم يبقى ورايب انا دي قربتها لكم هاي شايفين البيبي اهو نازل منه شعر كانوا بيحلقوا شعر البيبيهات وكانوا بيسيبوا في بعض الاحيان بيسيبوا حاجة اسمها اللقف هار اللي هي خصلة الشعر اوما تشوفي خصلة الشعر ترفينا دا بيبي رمسيس التاني عنده تمثال هاي لحطة صبعة ببقه ومنازل خصلة شعر كده هوا شوفوا بقى الكلام اهو واب نافر رمب تهي دي السنة الجديدة ايه 19 بقى اللي انا حدطها لكم دي 19 يوليو كان اول يوم في السنة المصرية القديمة دي حتى بس وو الناس بتنى الجديدة سريعاً يعني خلاص وكان في احتفالات وهل كان في اعياد ميلاد وهل كان في احتفالات في مصر قديمة 19 يوليو قالوا ان وصول الفيضان 19 يول وصول الفيضان 19 gör فسنة بتبتدي مع وصول الفيضان نتعانتش بسورة البعضية لو تسمحو وكان في اسباب العامل كان يروح للمدير بتاعي يقول له عيد ميلاد بنتي في البيت عايز اخد يوم اجازع عشان عيد ميلاد بنتي نص مصر قديم وواحد تاني قال له عايزة اروح اعدل باب البيت باب البيت في حاجة عايزة روح اصلحه بياخد اجازة بياخد يروح يقدم طلب اجازة عرضه وياخد اجازة وما عارف اللي هو نظام صلح لنا من لابيا يا باحمد واباحمد يقعب سنتين عمل ده مكياج انت متخيلة ده ايه ده حاجة اسمها بالانجليزي كيرلر ده يا جماعة مجاعد الشعر انت متخيلين ده اللي بيعمل الشعر كيرلي ده من الاسرة التواني ناس تقريبا الشكل قريبا جدا الغد اللي بتلفح حوليها الشعر كده فيطلع عشان يطلع ملاولي وكده وتعملي شعرك كيرلي دي دي كانت لسه موجودة لحد قريب بالحرارة دي كانت لسه موجودة انا كلها منشوفها عند الكوافرات ونشوفها في البيوت وبص يا جماعة هادي بقى وراح عامل كمان مقص وراح عامل من ورا شوف الفن مهلازم يضيف الفن بتاعه خلاص دي برضو مجعدة الشعر خلاص عامل على هيئة فهد مرقط الفهد لو بصيته فيه كويس هتقوم نقط بصوا التفاصيل خلاص وبعدين رجلين الفهد من ورا فتحة على هيئة زهرتين او زهرة مفتوحة اتنين والبتاع اللي فوق الزهرتين دي دي سكينة انت بتتعامل مع التال انتوا عارفين السويس أربي نايف والحاجات اللي بيبا فيها كذا المطول اللي فيها كذا حاجة دي هي دي فيها تلات حاجات للتجميل انتوا كنتوا بتكلموا عن المزين ده تحفة المزين لان ديه بقص هتقدر تقصي بها لو عايز تقصي شعرك لو عايز تقصي بتعمش فيه عندك سكينة دي بتستخدم في القطع تستخدم في الجمال وعندك كمان كيرلر يتسخن ويعمل شعرك مجعد لان احنا اتفقنا ان الشعر المجعد كان من الصفات الجمالية في مصر القديمة الاسرة المصرية القديمة كانت مهتمة جدا بالأدب والأخلاق واخيرا الاب قاعد مع ابنه بيقول له لا تضحك الا اذا ضحك صاحب المائدة ولا تنظر الى الطعام بجانبك انظر الى الطعام الذي يوضع امامك اداب المائدة بامتياز ده اداب الحياة كمان بص في ورقتك كل شكر دكتور بسام الشماء عضو جماعة مصرية للدراسات التاريخية تمتعنا افندم كل سنة حديث طيب بتأكيد شرفتنا اشتركوا في القناة